موضوع مهم جداً في طب الأطفال ألا وهو مشاكل الجهاز الهضمي في الأطفال حبيبي خليت دي سوي يقول لي شوية يقول لي إيه ودكاترة الأطفال ما بتعليكش غير كحة وإسهال يعني الكحة نص المنهج والإسهال نص التاني وما فيش مشكلة الإسهال ده بمثل مشكلة بمشاكل الجهاز الهضمي في الأطفال أنا عايز أبدأ لكم المشاكل اللي في جهاز الهضمي اللي تبدأ بيعوب خلقية اللي هي بتبتدي أول ما العيل يتولد إزاي تعرف إن ابنك عنده مشكلة في الجهاز الهضمي حاجتين إنه لازم يكون بيبلع كويس في أطفال أول ما تتولد تبصت لايه ما بتبلعش وعملها تريل 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 الريالة دي اللي هي الغدد اللعبية بتفرز اللعاب على طول مفروض اللعاب ده التفل إيه بيبلعه لو التفل مش عارف لو فيه انسداد عنده في القناة الهضمية ولا حاجة اسمها انسداد في المريء تبصت لايه التفل ده عمال يرير على طول لأن اللعاب اللي عمال يتفرز اللي 24 ساعة ما بتبلعش أنت ما بتخدش بالك من اللعاب لأن العيل وهو نايم ولو هو صاحي أول ما يتولد وعمال يبلع فبيبلع اللعاب اللي ايه اللي بيتكون اللعاب ده لو فيه انسداد الحاجة اسمها انسداد في المريء ولا حاجة تبصت لايه التفل ده عمال يسيل اللعاب على جنب بوقك ده هو مش عارف يبلعه حاجة تانية تشخاصي بيها الكلام ده لما التفل يتولد بالمفروض إن احنا نتطمن على الفتاحات بندخل أمبوبة كده من الفم والمفروض الأمبوبة دي توصل 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 لغاية للمعدة وانشفت اللي موجود في المعدة لو فيه انسداد في المريء ولا حاجة بتعرفيها بحاجتين العيل عمال يريل ما بيبلعش اللعاب بتاعه وتانية حاجة لو الدكتور ساعة الفحص بينزل أمبوبة بصت للأمبوبة تنزل تنزل وتقابل الانسداد وتلف وترجع ما هتعديش لغاية المعدة يبقى الطفل ده عنده انسداد في المريء يبقى لو طفل عنده انسداد في المريء مش هتلاقيه أول ما يتولد ما يبلعش عمال يريل كتير الدكتور ساعة الفحص لو دخل الأمبوبة ما بتوصلش لغاية المعدة حاجة تانية نشخص بها الانسداد بتاع المريء ان العيل ده لما يبلع يعني ما يرضع تبص تلاقيه ممكن يشرق ويزرق ساعات يبقى فيه الأمبوبة بتاعة المريء دي تبقى مزدودة بس يفيه وصلة وصلة للرقة فيشرب اللبن بتاعه أو الرضاعة تنزل على الرقة تبص تلاقي العيل ده يبدأ يزرق يبقى لو لاحظت ابنك ساعة الولادة يرضع يزرق أو عمال يريل على طول باستمرار أو الدكتور ساعة الفحص يدخل الأمبوبة ما دخلتش ما وصلتش لغاية المعدة يبقى التفل ده عنده انسداد في المريء وممكن يبقى عنده وصلة من المريء كمان لغاية الرقة وعشان كده كل ما يرضع يزرق كل ما يرضع لأن اللبن ده بيسيب بينزل على الرقة التفل ده شكتي في الحاجات دي لازم تعرضيه على الطبيب على طول في التوى واللحظة لأن دي مشكلة كبيرة جدا وإحنا لو ما شخصناهاش بدري بدري التفل ده يجيله التهاب رئوي والتفل ده عنده مشكلة جراحية كبيرة يتعرض على دكتور أطفال عشان يعمل له التقييم اللازم هل التفل ده فعلا عنده انسداد في المريء وقال لا في وصلة ما بين المريء ووصلة للرقة وعشان كده كل ما يشرب اللبن بيزرق لازم يتقيم التفل ده لأن دي مشكلة جراحية كبيرة التفل تاني يتولد مفروض العين أول ما يتولد يتبرز أول يوم يتبرز البراز ينزل حاجة اسمها العقية اللي هو البراز لسود ده لو التفل ده ما عملش عقية أول يوم اللي يومين لازم يتطمن على فتحة الشرق ساعات كترة جدا التفل لما بتولد محدش بيتطمن عليه إجماليا مع أنه في فحص الأطفال حديث الأولادة ده ده فحص أساسي لازم يتاخد من ساس الرأسه كنا في إنجلترا وإحنا امتياز فيه يوم أنت مسؤول أنك تلف على الأقسام بتاعته الولادة في المستشفى كلها وتفحص كل مولود حديث الأولادة تفحصه تماما من كمة قدم ولأخمس قدميه زي ما بيقول الطفل دون لو عنده انسداد في فتحة الشرق مش هيتبرز هيتبرز إزاي فبص تلاقي لو الطفل تسأل الأم هل جاب العقية لسود ده أو تبرز؟ تقولك ما عرفش دي حاجة مهمة جدا ناسي بتعرفيها تبص على الحفوضة بتاعت العيل تبرز ولا ما تبرز لأنه لو ما تبرزت أول يوم ولا يومين أنت في مشكلة كبيرة وممكن الطفل ده يكون عنده انسداد في فتحة الشرق ومحد يش شافه يبقى إحنا الفتحات نتطمن عليها أول ما العيل اتولد فتحة الأنف موجودة نبدخل أمبوبة نشوفها بتوصل للمعدة ولا لا ونبص على فتحة الشرق العيل ده عنده فتحة الشرق أساساً ولا ما عندهش فيه عيال بتبقى فتحة الشرق بقى عندهم سد مش موجودة فتحة الشرق مش موجودة فتحة الشرق يعني الطفل ده الأمعاء بتاعته مسدودة آه مفتوحة 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 بس بتيوصل عند فتحة الشرق انسدد ما فيش تصريف فالعيل اللي هياخد اللبن ده ولا حاجة عمبس تلاقي عمالي يتنفخ 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 وانت مش داريانة الطفل يتبرس وواحدة تقولك ده عادي والدكتور يقولك ده مفيش مشكلة ومحدش بس على فتحة الشرق فلازم نبص الطفل حديث الولادة منساسه الراس ويتفحس والأهم حاجة لفتحات ان فتحة الأنف تكون موجودة جوه وقدامه وورا ويكون المريء بتاعه مفتوح ما عندهش انسداد وتكون فتحة الشرق مش مسدودة فنبص على فتحة الشرق طفل مفيش فتحة الشرق لازم يتعرض على جراح في التو والله حسب مفيش فتحة الشرق سعب نعمله وصلة خارجية كده هو فتحة خارجية بحيث يصرف البراز لغاية لما نعمله حاجة اسمها total correction نصلح له فتحة فتحة الشرق يبقى نتطمن على العين اتولد بيرضع كويس ما بيريلش مش كل شوية عمال يسيب اللعاب يسيب اللعاب لما بيرضع ما بيزرقش ولما بيرضع بيعبل براس فدي الحاجات الأساسية اللي في أول 48 ساعة لازم كل عين يتفحص طفل حديث الولادة يتفحص دكتور أطفال يفحصه تماما من فوق لتحت يتطمن على الفتحات ومن ضمنها فتحة الشرق لأنه لو طفل مولود عم عندوش فتحة الشرق ده عنده انسداد في الأمعاء دي ممكن تعمله مشاكل شديدة جدا في الأمعاء لأنه عنده مزدود العيل بياخده ما بيصرفش زي ما بيقوله فلازم يتطمن على فتحة الشرق طفل تاني تبصت لقيا بيرضع وبعد ما يرضع يقعد يرجع 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 الرضع كلها من أول يوم بعد الولادة وبرضه ما يتبرص يبقى عنده فتحة شرق كويسة وكل حاجة بس ما بيتبرص الطفل ده وكل ما يرضع تبصت لقيا عمال بطنه تتنفخ 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 يبقى عيل بيرضع وما بيجيبش براز من أول يوم بعد الولادة والطفل ده عمال كل ما بيرضع بيتنفخ ويرجع الرضع اللي رضعها دي لازم نتطمن نعمله أشعة حتى أشعة عادية كده هو على الأمعاء ساعات يبقى فيه عندنا انسيدات في الأمعاء بس من فوق شوية عندي حاجة اسمها الاسنى عشر تظهر في الأشعة حاجة اسمها دابل بابل إيه دابل بابل بلين فيلم كده أشعة عادية على بطن تبص تلاقي البطن دي بعمل حاجة إيه فقعتينها وشكلهم كده وجميل واحدة كبيرة واحدة إيه صغيرة اسمها الابل بابل ودي بتدل ان احنا عندنا حاجة اسمها انسيدات في الأيه في الأسنى عشر انت كأم مش مطلوب منك تشخص الانسيدات لكن مطلوب منك ان انت تاخدي بالك العيل ده بيرضع كويس العيل ده ما بيريلش على طول الاربعة وعشرين ساعة وعمال يسايب ريالة 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 الطفل ده لما بيرضع ما بيرجعش كل الرضعة الطفل ده بيجيب براز ده الحاجات اللي تطمين عليها أول تمانية واربعين ساعة بيرضع ما بيزرقش بيجيب براز ما بيريلش كتير 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 لو الحاجات دي موجودة لازم تسألي المشهورة الطبية لأن الطفل ده ببساطة ممكن يبقى عنده عيب خالقي مزدود في أي حتة في الجهاز الهضمي من أول الفم لغاية فتحة الشرق عشان كده بيرضع بيرجع بيريل كتير ما فيش براز لازم تطميني الطفل ده ما عندهش عيب خالقي في الجهاز الهضمي مشاكل الجهاز الهضمي من أهم المشاكل اللي احنا بنشافها إن العيل يكون عنده إسهال على فكرة الإسهال ده اللي هي النزلات المعوية صف وشتة بتحصل وبالعكس النزلات المعوية اللي بتحصل في الشتة أصعب ومشكلة كبيرة جدا بحاجة اسمها الروتا فيروس بيسيب الأطفال بيشوف عيال كتير دلوقتي 6 شهور و7 شهور و8 شهور عمال يرجع ويسهل ده جاء له نزلات المعوية غالبا النزلات المعوية في أول سنة من العمر الطفل بيرضع طبيعي ولا صناعي وموجود في حضن أمه والعيل ما بيمشيش فمحدود الحركة بتاعته بحضن أمه فصعب يجيله تلوز خارجي فبيجيله حاجة اسمها فيروس الفيروس ده غالبا بيبقى فيروس إيه الروتا عيال بيرجع ويسهل ده مشكلة كبيرة العيال 90% من جسمه مية فمرة 2-3 يرجع ويسهل يخش في جفافها على طول فأنت لازم العيال ده اللي بيرجع ويسهل وعنده في أبه والسنة من العمر ده غالبا جاء له فيروس الروتا فيروس الروتا مش لازم بيبقى معاه حرارة العيال إيه رجع ويسهل ومعندهوش حرارة ولا حاجة وتبص التلال إسهل بتاعه زي المية وفروسي يعني فيه رغاوي وملوش ريحة يبقى عيال قبل سنة عمال يرجع وبيسهل البراز بتاعه ملوش ريحة كريهة ولا حاجة وعمل زي المية وفيه رغاوي ولا حاجة ده غالبا جاء له فيروس إيه الروتا الوقاية خيري من علاج فيه تطعيم للروتا فيه تطعيم للروتا مفروض إن إحنا أول ست شهور ناخد تطعيم الروتا تطعيم الروتا ده تطعيم اختياري يعني هو اختياري لأنه مش وجود في وزارة الصحة لكن هو من التطعيمات اللي تدي منعها للعايل ضد فيروس الروتا حتى ما يجلوش فيروس الروتا ولو جالو يجلو بصورة مبسطة شوية طيب إنت معكيش فلوس تدفعي أو تكلفي وخصوصا في الغلاء اللي إحنا فيه تجيب أن إنت تطعامي ضد فيروس الروتا تطعيم الروتا خلاص هاتي علبة محلول الجفاف ب2-3 جنيه بقى موجودة عندك في البيت محلول الجفاف ده أنا بنسلين القرن العشرين أنقذ ملايين البشر يعني لو هياخد عمل محلول الجفاف ده لو هياخد حسنة واحدة على كل عيل ده يعني في ميزان حسناته بس إيه يبتغي وجه الله المحلول الجفاف ده عبارة عن تركيبة عبقرية شوية مية فيهم شوية ملح وشوية سكر ما فهمش أكتر من كده عشان كده الاختراعات العظيمة مش لازم تكون حاجة مكالكاعة ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا بس تغير مصير ملايين البشر تطش بسيط كده فالعايل ده اللي عنده محلول اللي عنده نازلة معاوية تعمل له محلول الجفاف مش لازم تعمل لي حاجة تانية ولا مطهر ولا أي حاجة لأن ده فيروس بيروح لوحده فأنت تعملي ايه؟ تعملي كباية محلول الجفاف وتخلي محلول الجفاف في أول سنة من العمر تخليه لنص تركيز حاجات فيه اللوهايدران والهايدروسيف دي كلها حاجات نص ملح مش مستحسن قوي في الأطفال اللي إحنا في بلاد الحرة بتاعتنا إن إحنا ندي ملح كامل فنديهم نص ملح نص تركيز نص سوديا ده موجود في الهايدروسيف ويقول لهايدران بجيب بجيب كباية بجيب كيس محلول الجفاف ودوبه في 200 سنتي مية مهم يبقوا 200 سنتي مش بالمزاج مش بالمزاج يعني ايه؟ يعني زي التعليمات لازم تنفزي